استادي نفس الطفل اللي بتدينا نربيه وكبرناه وصار عمره 14 سنة فالحمد لله يعني هذا الانجاز اللي أنا اعتبره ووصلنا له وما كبر من فراغ المهرجان كبر بنجومه كبر بالأبطال كبر بالفناني اللي تكرمه وكبر بدعم الشيخ دعي جراعي المهرجان فالحمد لله هذه الاسباب وصلنا للدورة 14 هذا اللي يعني لي ودورتها العام من مهرجان المميزون في الكويت ضمن التكريم لعدد كبير من نجوم وصلنا ع دراما رمضان إلا أن مسلسل أمينة حاف قدر يحصل على القسم الأكبر من الجوائز من بينها جائزة أفضل ممثلة دور أول لإلهام الفضالة الحمد لله يعني أنا دائما في أعمالي أخذ المركز الأول كأفضل ممثلة دور أول لله الحمد هذا فضل من رب العالمين الحمد لله فإلهام كانت مراهنة على نجاح المسلسل من اليوم اللي تقين فيها في كواليسة في الكون في كفة نجحنا وفي أمينة حاف راح نأكد هذا النجاح ولله الحمد كلمتي يتم بسمار بلوح أما شهاب جوهر اللي كان واثق من تميز العمل من البداية فبهالليلة نال جائزة أفضل ممثل دور أول كان نص جدا جميل ودور مختلف وأول مرة أدخل أنا في ليفل لايت كوميدي فكان جدا صعب بالبداية وكان فيه خوف كبير أني أقوم بهذا الدور ولكن تشجيع مثلا الأستاذ باسم عبد الأمير وأم فجر والمجموعة اللي كانت وياي قمت بالدور والحمد لله رب العالمين قدرت أقدم شيء حلو ومتنفس للجمهور وأهم شيء أن الجمهور كان سعيد بهذا الدور والجمهور يبدو أن أسعد دور رقياء اللي قدمتها شهد سلمان فهي حصلت على جائزة أفضل فنانة كوميدية ما أدري أنا أحبش ذيل وناصة وضحكها جماعة والله العظيم يعني أنا أستانس على الفرفشة أستانس على هذا وما أعرف يعني أني أضيق خلقي بعدين ضيقة الخلق مو زيلة يعني وفيما إيمان العلي نالت جائزة تشجيعية عن مشاركتها في المسلسل في الشرقاوي حصلت على لقب أفضل فنانة خليجية التقدير هذا يعطيك حافز أنك تشتغل أحسن يعطيك قلق ويعطيك محبة وشغف أكثر حق الشي اللي أنت قاعد تقدمه لما تقدم عمل وتبذل فيه جهد وطاقة وحب وتلقى المردود أكيد أكيد تحس بسعادة التفاعل كان فوق الوصف وأسعدني أسعدني بشكل يعني هذا أول اللي أنخ نقول لمست فيه النجاح وأن أنا فعلا وصلت الدور والناس كانت مصدقتها وحابتها أما شوق الهادفة بها الليلة حازت على جائزة أفضل فنانة شابة ردود الأفعال بصراحة يعني ما توقعتها أبدا يعني إحنا توقعنا لكل توقع أن المسلسل راح ينجح بس مو بهذا النجاح لأن ما شاء الله المسلسل من كل الدول العربية شافتها فشيء وايد كبير بالنسبة لي وبنفس الوقت شيء يخرع لأنه يخليني أختار ليج الدعم الأدوار الصحة اللي لازم أقدمها للجمهور وفي المقابل جائزة أفضل دول مركب كانت من نصيب فهد باسم بينما عبدالل الطليح نال لقب أفضل ممثل دور ثاني فالواضح من كلامهم أن ما تم تناقل عن إنتاج جزء ثاني من مسلسل أمين حاف هو حقيقة بحسب ما خبرنا المنتج باسم عبدالأمير وباسم بها اليوم حصل على جائزة أفضل منتج وسعات تكانت كبيرة بالجوائز اللي حصل عليها المسلسل خلال الحفل والله أكيد واحد يستانسي مبسط لما الناس تكون راضي عليه وأن العمل يعمل أصدار طيبة وجميلة وأن ينافس مع عدة أعمال هذا شيء جيد ومميز يعني